اللعيب الانجليزي لعيب فيزيكلي كمان قوي يعني بتحس ايه الفرق في البنية بين اللعيب المصري بنية الجثمانية بين اللعيب المصري اللعيب الاجنبي بالذات اللعيب الانجليزي لعيب قوي ما هو قوي من من اكله من شغل على نفسه ده مهم فلو واحد مصر اشتغل على نفسه اكل كويس هيبق زي وزي ده بيفرق عندنا الحقيقة اللعيبة بتاعتنا ممكن تبع عندها مهارة اكتر او عندهم مهارات لكن ممكن التغذية والرياضة من الصغر لانها مش موجودة اوي فده بتفرد بالزبط بتفرد بشكل كبير جدا كل اللعيبة الجمهور بقى جمهور الانجليزي برضو جمهور ايوة متعصب شوية قوي قوي عنيف لكن كل جمهور بيشجع فرقته الاكثر درجة كل جمهور بيبقى متعصب عشان فرقته تكسب ده في الاول في الاخر اللي يهمه المكسب فعشان كده كل جمهور بيبقى عايز يكسب بس صحافة الانجليزية قاسية ولا قاسية كانوا قاسيين عليك جدا لكن ده حاجة موجودة في كل العالم يعني انا برضو في مصر كانوا قاسيين علي لكن مش كلهم لكن كان في ناس قاسي علي بس خلاص يعني انت لازم تتعامل مع ده الطبيعي انك تتعامل مع ده فيورنتينا بالنسبالك كان منقذ يعني انقاذ بانك تخرج من فكرة ان انت على طول قاعد احتياطي على طول قاعد احتياطي ولا كات ايه كان عندي هرود تانية برضو ان انا ممكن اروح اعارة وكده لكن يعني انا شايف ان فيورنتينا فترة فيورنتينا بشكل عام قديتها بشكل كويس جدا عملت فيها حاجات كويسة واقلام كويسة داس عديتني بشكل كبير ان انا محرومة وكامل معهم الحمد لله اه اي الفرق بين الدوري الاطالي وا الاكل يانجليزي يعني تحس ان الدوري ايطالي فيه الاتحامات اكتر اه يعني اه العديد مس المنافسة في انجلترا طاحنة اكيد اكيد منافسة في ايطاليا كدة برضو بازو ب slavery بين موجودة اكيد موجودة بين الا اندية و كالشو يعني في انجلترا وضع ايطاليا مختلف شوي عن انجلترا لان انت في انجلترا بنسبة كبيرة بتبقه ممكن فرقة فرقة صغيرة تكسب فرقة كبيرة. ده طبيعي يعني بيحصل لكن في إيطاليا الموضوع أصعب لأنه يكون صعب جداً إنك تكسب فرقة إيطالية فرقة صغيرة. فرقة صغيرة تكسب فرقة كبيرة وفرقة كبيرة تكسب فرقة صغيرة فتبقى رايح المتش صعب جداً على الأثنين. مش بسهولة اللي الناس فاكرهاها. لا! في إيطاليا الوضع مختلف تماماً! لأن كل واحد بلعب بالطريقة اللي اكسب بيها. في إنجلترا الليجة مفتوح وإنك بتلعب واحد على واحد مهظم الوقت و وخلاص. المهارة بتعمل فرق في إنجلترا. في إيطاليا الوضع غير في إيطاليا. الجمهور بقى. تحس ان الجمهور إيطالياني كده شبهنا؟ بنسبة كبيرة. والناس في الشالع شبهنا. والناس شبهنا. فأنت نفسيا استريحت في الحياة في إيطاليا أكتر من الحياة في إنجلترا؟ الحياة في إيطاليا شبهنا زي ما حدتك قلت. شبهنا؟ بالضبط. لكن أنا بالنسبة لي المكان اللي بيبقى فيه سعيد فعلا ده المكان اللي بيبقى فيه حاجة كويسة ده بيبقى المكان اللي أنا سعيد فيه. وأنت كنت أسعد في إيطاليا من إنجلترا؟ أي لعيب كده لأنني ما لعدتش في إنجلترا كتير فما كنتش مبسوط السعادة اللي هي. لكن في إيطاليا عشان قديت بشكل كويس وماشي معهم كويس فطبيعي أنك تبقى مبسوط. نفسيتك بتأثر عليك في اللعب؟ على أي حد في الشغل في أي حاجة طبعا. لكن ممكن تبقى نازل يوم مثلا مش نايم كويس متدايق ما تعلعبش كويس ولا ده بيعمل لك تحدي؟ اللي ساعات بيبقى كده وساعات بيبقى كده بس أنا بالنسبة لو شايف إنه هو مش يومي أنا بحاول أطلع كل اللي عندي عشان أكسب الفرقة. لكن أنا مش مؤمن أن أنت عندك يعني حظك مش كويس النهاردة فخلاص استسلم وخلاص بقى اليوم هيعدي هيعدي أنا مش مؤمن بكده. لما عرفت أن مورينيو بعد كده ماشي من شلسي حسيت أنه يعني أنك أنت تظلمت؟ أنا حسيت أن أنا تظلمت عشان ما لعبتش لكن أنا مش عشان ماشي أو ما ممشيش. أنا حسيت أن أنا عايز ألعب كل اللعيب يحس أن هو عايز يلعب وفرقة كبيرة زي تشلسي. لكن في الأول وفي الأخر أنت ملعبتش مفيش لعيب يبقى مبسوط وحد عندك. نفسك ترجع تاني؟ مش نفسي أرجع تاني أنا أنا بقدي بشكل كويس في مكان اللي أنا موجود فيه وأنا مساعد فيه. لكن محدش يعرف بكرة يبقى موجود فيه تشلسي أو غير تشلسي. أنا أنا مبسوط في روما وبقدي معهم بشكل كويس. ده أكتر حاجة مهمة بالنسبة لي دلوقتي. فكرة أنك يعني ما شاء الله أنت اللعيب سريع في الملعب. لكن كمان بتتنقل بسرعة ده كويس ولا وحش؟ بلقى ساعات فيه ظروف غزبا عنك يعني أنت صعب أن يبقى بتلعب في بازل ويجي لك تشلسي وتقولهم لأ. بعد سانة ونص. اتنقلت بسرعة. صعب أنك تبقى بتلعب في تشلسي ويجي لك فيورنتينا. ما بتلعبش سوريا في تشلسي ويجي لك فيورنتينا. وتقول لأ مش راية. طبعا ها قد أعمل هناك. صعب أنك مثلا قدامك روما وانت حاس أنك فيه تحدي جديد عايز تروحه. وتقول لأ أسانا لعب ستة شهور بس. هي هو على الموضوع بيبقى فيه ظروف أكوى مننا يعني. أو فيه تموحات بتغير اتجاهك خالص. بس برضو ما عادتش في فيورنتينا كتير. ستة شهور. ستة شهور بس وبعد كده روحت روما. بس لما روحت روما بقى ولعبت قدام فيورنتينا. لأنه جمور زعل شوية. بس ده طبيعي. هو زعل لأنه كان فيه حساس ما بيننا كويس. أنا كنت قديت معهم بشكل كويس ستة شهور دول. وكنت بنجوم الفريق. لا فيه مشاعر ما بيننا. حتى لو هما بيظروهاش هي موجودة. لأنه أنا بتعمل مع لعيبة من فيورنتينا. وكلام ما بيننا يعني بنتكلم مع بعض في الموضوع ده. وأنا كنت بحسي ده وأنا ماشي في الشارع. فالطبيعي هو مش عايز يبين هو حر لكن أنا شايف ده اللي موجود. لعبت كمان بطولة أوروبا. وقدام يعني ريال مادريد. لعبت قدام رونالدو. زيدان بيدرب. إيه؟ يعني ده كانت بالنسبة لك لحظة مهمة؟ أه طبعاً لحظات مهمة. لما بتلعب تدي فرق كبيرة أو بتلعب قدام لعيبة كبيرة. ده بالنسبة لك حاجة محفزة أن أنت تقدي وتطلع كل اللي عندك. دور الأبطال بيبقى بالنسبة لأي لعيب أياً كان اسمه. مهم جداً. الإحساس نفسه. من غير ما تعرف ليه. بس الإحساس نفسه كده. آآ بتبقى لحظات مهمة في حياتي. وبقى مبسوط فيها جداً. ما رأيك في زيدانك أمدرب؟ أعمل إنجاز علامي. أعمل إنجاز تاريخي. حظاتي. قالوا عليك وقتها بعد مطش ريال مادريد أنه أنت طبعاً سريع ومرهق للدفاع. لدفاع اللي. آآ آآ أصبب الكلام ده لكن يعني أنا معرفش مين قال لكن أنا في حتة الأعلام. في حتة الاعلام انا بعيد شوية عنه ما بتقراش معقولة محمد والله ما بركز بشكل كبير يعني ما بتخش على السوشيال ميديا كده وتقرأ والتعمس يا قالوا علي ايه عمل وفه انا بعرف اقايم ناسك وايس مش محتاجة ممكن ادخل ما بقولش ان هو لا بعيد خالص ومنعزل لا انا مش منعزل بس يعني باعرف الاخبار وباعرف اللي بيحصل لكن الحاجات اللي هو مش 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 اولوياتي يعني ممكن اعرف حاجات لكن مش اولوياتي ميسيو كريستيانو والله كل واحده طريقة تفكير كل واحده طريقة لعب معاي انا مقدرش اقول مين فيهم افضل لكن اللي اتنين طب طب اعم فانت بالنسبالك اللي اتنين دول بتحب يعني لو انت قاعد بتتفرج عليماتي تحب تفرج عليهم بلايبه طبعا الاتنين اه بتلعب بلاي ستيشن كنت باعلاب بس بعد كده خلاص صحيح ان انت في بلاي ستيشن احسن من اللعب في الحياة كنت لكن خلاص دلوقت اللعب الحياة احسن أنا عرف أن أنت جوزت بدري وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ لها أسهل لغة وكده. آه. بنسبة لها أسهل. وتعلمت تالياني بقى كمان? هي ولا أنا? انت. لا تعلمت الحمد لله. كمان. آه. أبت يعني بتكلم مع لعبة وعملت لقاءات قبل كده إيطالي. عملت لقاءات إيطالي. والله براف. آه. عملت لقاءات بعضهم. موضوع صعب على فكرة. ما بيبقى سهل بس بيبقى راجع شوية على انك انت حابب ولا مش حابب. اللي مصعبوا علي شوية ان اللعبة عندي في الفرقة كلها بتكلم يعني تسعين في المئة منهم بيكلم انجليش. فده اللي مصعب الدنيا شوية كمان. فبيخليك على طول بتتكلم انجليش. اه. لو هما بيكلموا بيطالي بس. يعني أنا كان زماني بيكلم بيطالي زي العربي. بس زي ما انت بتقول اللعيب المصري أو المواطن المصري إنسان المصري. لو عايز هو سريع البديهة جدا. 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 لو عايز هيتعلم على طول. لان انا بشوف هناك مصريين بيكلموا ايطالي زي الطاليان بالزبط. ليه كتير من المحترفين بتوعنا ما بيكملوش يا محمد. بتبقى فيه عوامل. فيه عوامل بس فيه ناس بتقول عوامل خارجية خارجة عن ايرادتهم لكن انا بشوفها كلها العوامل ايرادية. لعبة كتير احترفيتهم ما كملتش. انما الولد كان عنده صبر وجلد والحقيقة انكار ذات وقدر يستطيع ان هو يصل ان يبقى محمد صلاح نجم النجوم اللي موجود في روما. اكيد الالتزام ان اوروبا سر نجاح في اوروبا اللي هو دايما بيبقى الالتزام. لو انت لعيب ملتزم وبتشتغل كواس وتشتغل جامد فهو ده سر نجاح وتعيب الالتزام والشغل الجامل. بيحتفظ بامكانياته ويحتفظ بالياقته. يعني حاجات كتيره. اللعيب اللي بيجوز في سن صغارة ده عشان هم بوعاوز يبقى حاجة ربنا بيوفقه وبيكرمه. انا كنت في مؤتمر في دبي مفترة. وقعدت اقول بيسألون نفس السؤال. قلت لهم بترجع ان هو بعيد عن اهله. بترجع ان هو. اه. في ناس خديتها بشكل كويس. في ناس خديتها ان انا بتريع عليهم. لكن انا شايف حقيقة. لا انا قلت عوامل عوامل زي بعيد عن اهله. اه. ما بيبدأش يلعب. الاعلان بيبدأ اتكلم عليه. بانتقده. هو اللعيب نفس. اقول لك طب انا سايب اهلي ليه? وسايب اهلي وزمالك كمان. اه. وبعيد عن اهلي. برجع بقى الاهلي او الزمالك بيتكلموني. برجع العربية. برجع الموزة. برجع مش عارف اي هم زي هلو. لكن انا. انا بس. انا مش بوضعها لحد. يعني مش بعتزر لحد بشكل عام. لكن انا بتكلم ان هو. ده حقيقة. طالب بيحصل ان اللعيب. لما بلعبش بره وبشكل بشكل كبير. هو ريح متوقع انه انت ما ينفعش تبقى بتلعب في مكان. واحد بيلعب مكانك اربع خمس سنين ويجيبوك. يلا يلعب انزل يلعب وسوا. وده اللي بيحصل مع بعض اللعيبة. فاللعيب يبدأ يزهق. الاعلام بيبدأ ينتقده. مش كله برضو. عشان في ناس بتزعل. انا بجمع كله مع بعضو. لكن ده جزء انا شفته. يعني جزء انا شفته. فانا بتكلم على كده. في ناس بتكلم شكله كويس. بس في ناس برضو اللعيب لسه صغير وثقافته لسه خارج من مصر ثقافته مش عالي قوي. ان هو يدير مع المواضيع دي. فانا شاف ان دم العوامل اللي بتخلي اللعيب لأ طب انا بعيد عن اهلي ليه. طب انا ممكن نجي لأهلي او زمالك. فلوس كويسة. هياخد فلوس. هيبقى معي عربية. هيبقى قريب من اهلي. هيبقى النجم راح النجم دي جاه. دي من ضمن العوامل اللي انا بشوفها بشكل كبير قوي. بس. يعني حاسس ان احنا حاسس ان هو الشباب المصري. معندوش قدرة التحمل ومتابعة الحلم. يعني مش عايز يجري ورا حلم. عايز الحلم يجيل وخلاص وهو هاعد في بيته ولا اي. لا مش كله. لا ما اقدرش اقول دي لبصراحة لان في ناس بتتعب وفي ناس عندها تنوح وفي ناس عايزة تتبقى احسن حاجة في الدنيا. فالناس دي انا بحترمها جدا. ولان معي هلعبة في المنتخب. بلعاب في مصر وبلعاب بره. ناس عندها تنوح ويتعبوا فيها. مستعدين لهم يتعبوا اكتر عشان يوصلوا لأعلى من كده. يعني بتدينا نشوف. عندنا كتير محترفين. النني محمدي رمضان صبحي. يعني بتدينا نشوف ناس كتير. اه لا. عندنا محترفين بشكل كبير. وعندنا ناس بتأدي بشكل كويس مع عنديتها وتأدي بشكل كويس في في المنتخب. لو انا هتكلم على حد. طبعا محمدي والنني ورمضان كلهم بيعت بشكل كويس. انناس اللي بتجي من بره ترزيجي. مسلا. من احسن العيبة انا شوفتها في مصر. راجل في الملعب بيقدي بشكل كويس جدا. سواء مع فرقته الجديدة بعد ما راح اعارة. بيرجع المنتخب بساعد بشكل كبير جدا. فوزنا في ماطش غانا. ان هو عمل دربة الجزاء وكان من نجوم بالماطش. اه لا. انا. انا. الناس اللي من بره بتيجي بتأدي بشكل كويس جدا. وبيطلعوا كل اللي عندهم. عبدالله السعيد بالنسبالك في الملعب بتحس معابل الامان. هو بره. احنا قريبين اول. البعض داخل الملعب بره الملعب. ومين عرب واحد لك في روما؟ روما كويس. اسحل من المنتخب. روما فيه كتير والله. يعني انا ورايب من ستروتمان. جيكو. نيانجولان. عشان الناس اللي بتكلم انجريش كويس. ها قربيه من بعض. جدا. اه. 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 ده من احسن شخصيات اللي انا ممكن اكون قابلتها. هادي. وتتعلم منه كتير جدا. انت يعني بيقولوا لي ان فانلتك هي تاني اعلى فانلات مبيعا بعد توتي. اه. اه. ده حاجة بنزملنا مبسوطي بحيان. اه. انا عليكتو لحد الهولي يعني. اه. اكيد طبعا لو. لو. لك جيبسيانو. اه. ده حاجة بتخليني سعيد. حاجة بتخليني مبسوط. والناس بتشيري تيشيرتات لدليل ان انا مقدة بشكل كويس.